في هذه اللحظات وأنا معكم على الهواء مباشرة أعضاء مجلس إدارة اتحاد القرى متواجدين في مقر الاتحاد في الجبالاية للإعلان بشكل رسمي عن تشكيل الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة الكابتن حسام حسن مديرا فنيا بعد عدة اجتماعات تمت على مدار اليوم منذ الصباح البكر مش عايز أعمل فلاش باك عايز أبدأ معكم من كواريس اجتماعات النهاردة النهاردة المفروض فيتشر متواجد فيه الأسكندرية عنده معسكر لأنه بيستعد لبطول التكأس الكونفيدرالية خلال أسبوع عشر تيام وعندهم رحلة صفر إلى جنوب إفريقيا فجأة كابتن حسام والكابتن إبراهيم حسن مش متواجدين في المعسكر ونزلوا للقاهرة كان عندهم عدة اجتماعات بخصوص فكرة تدريب المنتخب الوطني اللي اتدت تطلع من امبارح على السوشيال ميديا والناس تقول اي رأيكم ما نجيبش مدرب أجنبي ممكن نجيب مدرب وطني فعلى طول وطيرة الأحداث كانت سريعة كلام اتصرب من امبارح بالليل فجأة النهاردة الصبح كابتن حسام كابتن إبراهيم تركوا معسكر فيوتشر وعملوا عدة اجتماعات النهاردة صباح اليوم مع المسؤولين عن الكورة في مصر عشان يشوفوا المرحلة اللي جاية افكارهم توجهاتهم بالنسبة لتدريب المنتخب بيفكروا ازاي هيشتغلوا ازاي مين ممكن يكون في الجهاز المعاون ايه هي الخطة اللي ممكن الاتحاد والجهاز الفني للمنتخب يشتغل عليها الفترة اللي جاية كلام كتير بقى طلع على المواقع وفي السوشيال ميديا ومن مواقع كبيرة ان حصل اجتماع للكابتن حسام والكابتن إبراهيم مع دكتور أشرف صبحي وزير الشباب ورياضة ده كلام اتكتب ولكن ما فيش بيان رسمي عن هذا الاجتماع طلع انا دايما بتعامل مع البيانات الرسمية ولكن هناك معلومات قيلت ان هناك اجتماع تم صباح اليوم ببين وزير الشباب ورياضة مع الكابتن حسام والكابتن إبراهيم حسن وقيل ايضا ان هناك جلسة جامعة الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام حسن مع مجلس ادارة اتحاد القرى برئاسة الاستاذ جمال علام ومن حوالي نصف ساعة او ساعة اعلن الكابتن حازم امام عبر العديد من المواقع بشكل رسمي عن تعيين الكابتن حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر ده تسلسل الاحداث اللي حصل من البرح بالليل لغاية النهاردة يوم الا الثلاثاء ولكن هل ده اللي كان بيفكر في الاتحاد لا هل ده الخطوات اللي الاتحاد اعلن عنها بشكل رسمي لا هل الاتحاد كان بيفكر في مدرب وطني لا اي تساؤل هتسأله دلوقتي اجابته هتبقى لا تب ايه اللي حصل الاجابة عند المسؤولين عن ادارة القرى في الاتحاد هم اللي يقولوا ده ايزا قالوا ده ايزا قالوا اشتركوا في القناة